وفكرة بتمسينا كلنا وفكرة يمكن كلنا متفقين عليها وإن حنلنا للماضي ما بيتغيرش أبدا الفكرة جات لحضرتك إزاي؟ إيه اللي خلاك تكتب عن الفكرة دي؟ حكينا شوية عن بداية الفكرة أستاذ حاد هو صعب أنه الكاتب يعرف مصادره يعني في حاجات كتير بتحصل في حياته بيخزنها وبعدين لما بيجي يعني بتشحن بفكرة ما بتطلع في عمل رواي الفكرة دي كان أساسها نشغالي بفكرة الزاكرة إن إحنا اللي بيتبقى من البشر لو هما الزاكرة عندهم اضطربت لأن بطل الرواية شخص عنده مئة سنة وعنده زاكرة محترقة ما بيعنيش من أمراض الكهولة قد ما بيعني مشكلته الوحيدة هي في الزاكرة فهو بيبدأ يحس كأنه حياته هتنتهي لمجرد أنه ما عندهش زاكرة يحميها فعلى مدار مئة سنة يعني الأحداث بتحصل في يوم واحد لكن هو بيستدعي المئة سنة اللي هو عاشها وخصوصا إنه كل الأشخاص اللي هو يعرفهم خلاص توفوا فهو الشخص الوحيد الباقي على قد الحياة فبيكتشف في لحظة إنه لو فقط زاكرته وخصوصا زكرياته عن أمه لأنه كان مرتبط بالأم بدرجة كبيرة فكأنه هيعمل هيموت الأم مرة تاني فالزاكرة مهمة جدا للبشر لأن هي اللي بتحمي وجودنا وعشان كده إحنا كتير من الأشخاص بنقول دايما إيه إنه الصيرة أطول من العمر إنه كتير من الناس بيتوفوا خصوصا مبدعين يعني بيتوفوا لكن بيفضل يعني سرتهم ممتدة سنوات طويلة وقرون طويلة بفضل الزاكرة طبعا